بصدد أنه يكون ظاهر للنور خلال وقت قصير بإذن الله بعد إكراره من جانب مجلس النواب أو تصديق مجلس النواب عليه طبعا هناك بعض الخطوات التكملية عشان يفعل هذا القانون مبدئين كده عايزين نعلم الناس بما هي هذا القانون وإيه الأمور التي تناولها كانت بتسبب ربما عائق أو مشكلة بالنسبة للقانون القائم يمكن إحنا قانون المريض المائية والرأي الجديد ده هيتم إصداره إن شاء الله خلال الفترة القادمة في وقت قريب يعني القانون دوت هيجي تفعيل بعد قانون استمر معنا حوالي 37 عام هو قانون 12 لسنة 1984 القانون دوت هيجي هيعالج المشكلات اللي حصلت والالتباسات اللي حصلت من تطبيق القانون القديم لأن القانون القديم حداك عارف أن فيه تغيرات كثيرة حصلت على المنظومة المائية من تغيرات مناخية من زيادة سكانية من ارتفاع منصوب سطح البحر وتأثيره على الدلتا والمياه الجوفية في الشمال فإحنا بنتكلم عن تحديات كثيرة حصلت خلال 37 عام اللي فاته ده أدى إلى وجود أن احنا محتاجين قانون جديد نقدر يواكب هذه التحديات ونقدر نتعامل مع المنظومة المائية ويوفر دعم لمتخز القرار على أسس للتنمية والتخطيط يقدر من خلال أنه هو يكون فيه أسس واضحة لعملية السيانة لعملية الإدارة لعملية مشاركة المنتفعين في المنظومة المائية طب هنا أفندم بالنسبة للقانون القائم كانت إيه أبرز التعديلات عليه أو أبرز السلبيات اللي أنتوا حاولتوا تتلفوها من خلال القانون الجديد تمام يمكن القانون الجديد بيتميز أن فيه أبواب كاملة لبعض القطاعات في المائة الأبواب دي زي مثلا الباب السابع بتاع المائة الجوفية القانون القديم ما كانش بيتعرض ليه خالص لكن فيه باب جديد في القانون الجديد هو الباب السابع المائة الجوفية ده بينزم العلاقة ما بين المنتفعين أو القائمين بحفر الأبار ووزارة الموارد المائية والري ده على مستوى الدولة ولا على مستوى الفرض؟ لا على مستوى الدولة طبعا القانون الجديد هو بينزم العلاقة ما بين وزارة الموارد المائية والري كمقدم للخدمة والمنتفعين سواء المنتفعين دول كانوا قطعات من الدولة أو المزارعين أو مستثمين أو خلافة فالقانون ده بينزم هذه العلاقة احنا بنتكلم على باب للمية الجوفية تم استحداثه باب جديد بينظم العلاقة وبيعمل على تنمية الموارد المائية والموارد الجوفية بصفة خاصة بنتكلم عن باب خاص بحماية النيل ده لحماية النيل والتعديات وتنظيم العلاقة ما بين المنتفعين برضو على مجاري المهر النيل مستلي ده كان موجود وقائم يعني فكرة التعدي والكلام كان ليه عقوبات كان ليه عقوبات بس تم تغليز هذه العقوبات وما كانش موجود بالصورة اللي احنا متخالينها اللي تواكي بالتحديات اللي موجودة حاليا شددت؟ اه تم تجديد العقوبات ووصلت فيها في بعض اللي هي الجرائم يعني وصلت فيها للحبس ممكن توصل للحبس سنة طيب هو قبل كده كان ايه؟ لا ما كانش في حبس اولا وممكن كانت الغرامات بسيطة جدا يعني التعدي على النيل كان غرامة فقط اه كان غرامة فقط وطبعا حقيقة عارف احنا يعني في وقت في اشد الحاجة يعني بالزبط كده بالزبط بالزبط طبعا اللي هي بعد 2011 والكلام بالزبط ما ده برضو كان من ضمن الاسباب اللي خلت ان احنا نتوجه لا لازم يكون فيه قانون راضع لهذه الظاهرة يعني ظاهرة التعديات احنا طبعا مش حملة طبعا ان اي حد يتعدى في الوقت ده تماما يعني لا خلص خلص وده اللي احنا بنسعليه وده اللي كان سببه تغليز العقوبات بس